شهد وزير البترور وطروة المعدنية طرق الملة وسفيرة النرويج بالقاهرة هلدا كلمستستال التوقيع على اتفاقية مشتركة بين كل من الشركة المصرية القابدة للبترو كيمويات وشركة موبكو وشركة سكاتك النرويجية للتعاون المشترك في مجال تنفيذ مشروعات الخضراء وتشمل مشروعات انتاج الأمونيا الخضراء من الهايدروجين الأخضر وأوضح الملة أن الاتفاقية تأتي تأكيدا لالتزام الدولة المصرية بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الحد من التغيرات المناخية وفي إطار التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز الاستثمارات وشراكات الدولية في هذا المجال